اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في يوم 23 تموز في الأسبوع الماضي ربما مرت 107 سنوات على تأسيس شارع الرشيد على افتتاح شارع الرشيد هذا افتتاح شارع الرشيد يوم 23 سبعة 1916 طبعا قبل هذا كان يسمى شارع خليل باشا قبل ان يسمى شارع رشيد او جدد او خليل باشا جدسي مثل ما يسميه الاخو الاتراك ويعني سميه باسم خليل باشا على اسم حاكم بغداد العثماني وقاد الجيش في ذلك الوقت اللي قام بتوسيع الشارع وفتحه وتعديله هو الممتد من الباب الشرقي للباب المعظم قام بتوسيعه يعني عام 1910 في عهد الملك فيصل الاول رحمه الله تحول اسم الشارع الى شارع الرشيد تهمنا بالخليفة العباسي هارون الرشيد الذي صارت بغداد في عهده منارة للدنيا في التقدم والازدهار وكان كل الناس من شتى يعني كل العلماء كل الودباء كل الشعراء كل الفقهاء كل من لديه شيء يحتاج ان يزيد فيه يأتي الى العراق يأتي الى بغداد بغداد كانت درة الدنيا وعاصمة الدولة الخلافة العثمانية الخلافة العباسية يعني فلذلك سمي شارع الرشيد تيمنا بالخليفة العباسي هارون الرشيد ولان هؤلاء الذين يحكمون العراق من عام 2003 لحد الان بلا عقول وعقولهم كسيحة ويريدون ان يعيدون الناس الى تاريخ وهمي الى الحضيض الى المستنقات يدفعون العراق الى المستنقع مع الاسف الشديد فيكرهون اسم هارون الرشيد ويكرهون اسم الرشيد لذلك يعني حتى تمثال ابو جعفر المنصور سقطوا وعادوا وشارع الرشيد مهمل منذ عشرين سنة سمعنا كثير من قصص اعادة ترميم وعادة كذبة كبيرة هناك اهمال متعمد لهذا الشارع لان اسمه الرشيد هذا الشارع لو كان في موجود في اي عاصمة من هذا اي مدينة من مدن الدنيا لكان يزهل عن يعني زورون دول كثيرة ونزور دول كثيرة ونشاهد شوارع ومناطق معينة او بيوت معينة او اثار معينة تراثية لا تفعل شيئا لكنهم يعتزون بها وتنال منهم من الحكومة ومن اجهزتها البلدية عناية فائقة جدا جدا يجملون عليه كي تكون مزارا للناس يعني يجون الناس من كل الدنيا يطلعون عليها اهل البلد يطلعون عليها يصير مكان تراثي مكان سياحي مكان اثري يعتز به اهل تلك المدينة ذلك البلد الا في العراق شارع الرشيد هذا الذي شهد الكثير من الاحداث احداث سياسية واحداث عسكرية واحداث وطنية يكفي ان نقول ان ثورة العشرين التي نعتز بها كنا بدأت من هذا الشارع بدأت من جامع الحيدر خانة اللي في هذا الشارع كان جامع الحيدر خانة هو المقر السياسي للثورة هناك اجتمعت قوى الثورة السياسية العقول التي قررت الثورة كان رؤساء العشائر يتصلون لنبيهم ليعلمونهم متى تبدأ الثورة وكانت التظاهرات تخرج من هذا الجامع ضد الاحتلال البريطاني ومن هناك انطلقت هذه الثورة طلقت بفكر سياسي ورؤى سياسي وتخطيط هناك خطط لهذه الثورة حقيقة هذه الثورة ثورة العشرين ليس مثل ما يكتب البعض من يدعون انهم مورخين انها عشوائية وهكذا جاءت بسبب معرفة هذه ثورة شعبية ثورة وطنية ثورة عراقية كبرى انطلقت وقامت لان وراها تخطيط لان وراها رؤية لان وراها فعل لان وراها فكر وطني وهذا الفكر وهذا الفعل وهذه الرؤية كان جزء من عدها كبير في شارع الرشيد في جامع الحيدرخانة وهذا الشارع شهد الكثير من الاحداث الكثيرة فيه من الابنية التراثية الكثير فيه من المحلات الجميلة فيه ذكريات للعراقيين والبغداديين كبيرة جدا وهو شارع جميل كانت فيه اجمل المقاهي الثقافية اللي جلس بها يعني اشهر شعراء العراق واللي جلسوا بها اكبر الادباء والسياسيين وكانت يعني مذكورة في رواياتهم وذكراتهم في اشعارهم هذا الشارع اللي فيه اجمل المكتبات كانت فيه اجمل المحلات فيه الكثير من عيادات الاطباء الرائعين العراقيين القدماء الذين كانوا في العراق واللي كانوا يضرب بهم الأمثال حتى في الخارج هذا الشارع الآن تذهب اليه تجده متهالك بنايات متهالكة آيلة للسقوط العزبال تملأه في كل مكان مخيف الدخول اليه مخاطرة لماذا هذا الشارع؟ هذا اللي كان بالبنق المركزي وبتذهب منه إلى الشورجة إلى أهم سوق في العراق والجوامع الرائعة والطرق الجميلة والأرصفة الجميلة هذا الشارع الجميل يتحول إلى مكبل النفايات هكذا مهمل بشكل مقزز كانت تمر في هذا الشارع أجمل الباصات هذه باصات طابقين الحمر كانت تمر في هذا الشارع والناس تتسوق من هذا الشارع وتذهب إلى المكتبات طبعا هذا الشارع فيه شارع المتنبي أحد فروعة يذهب من شارع الرشيد هذا كله في شارع الرشيد والأحداث مثل ما قلنا الكثير شهدت لماذا هذا الإهمال؟ هذا كله يعود إلى الفكر الكسيح الذي يحكم العراق هذا الفكر الذي يتحدثون أنه جئنا من أجل المظلومي كذبة كبيرة حقيقة من يأتي من أجل المظلومي من أجل بناء العراق لا يفرق بين سين وشين لا بين ألف ولا باء ولا بين عين وكاف ولا بين ميم وميم هذا الحال من يأتي من أجل المظلومية من أجل إنقاذ العراق يكون عراقيا خالصا يحافظ على العراق يحافظ على التراث مهما كان رأيه من هذه الحقوبة من التاريخ أو تلك الحقوبة من التاريخ مهما كان هذا ليس له علاقة ندخل في دول كثيرة نرى تماثيل لشخصيات هم أعداء للسلطة كانوا لكن تماثيلهم موجودة وشواخصهم ومساحات بأسماءهم ومحطات متره وغيرها بأسماءهم هذا ليس له علاقة هذا له علاقة باحترام تاريخ البلد لكن هؤلاء لا يعرفون احترام لا تراث ولا تاريخ لذلك يهملوه شارع الرشيد بهذا الشكل شارع أمره 107 سنة منذ عام 1916 افتتحها لحد الآن وهو شارع الآن خرب مع الأسف الشديد بناية آي للسقوط واضح من النظر إليه أن هناك تشوير متعمد لتاريخ العراق الحديث ولتراثه مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة يا عزيزي المشاهدين قد انتهى بالحديث عن هذا الشارع المهم شارع الرشيد ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة